ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله رفقة وليدتها أمسن السبت المستشفى الإقليمي للمريم بالعرائش بعد إحساسها بآلام حد على مستوى البطن ليتضح فيما بعد أنها حديثة الولادة وفاد المصدر ذاته أن إدارة المستشفى اتصلت بالأمن بعدما أتار الوضع الصحي الغريب للشاب شكوكهم لسيما بعد العطور على راضعة متخلى عنها يوم الأربعاء الماضي في المطرح الجماعي في المدينة وأشار المصدر ذاته إلى أن رجال الأمن شرعوا في البحث التمهيد مع كل من الشاب وأمها التي كانت برفقتها ما دفع المشتبه فيهما إلى الاعتراف بأن الأم كانت على علاقة غير شرعية مع شاب النتيجة عنها حبل غير مرغوب وبعد أن حان وقت الولادة شاءت الأقدر أن تفارق الراضعة الحياة كما كشف المصدر ذاته أن الشاب اعترفت بوضع راضعتها داخل كيس فوق خزانة الملابس في غرفة نومها ويذكر أن الراضعة لا تزال بمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لالا مريم في انتظار تعليمات الوكيل العام لإخضاعها للتشريح نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومي ترجمة نانسي قنقر